انتشر في اليمن في وقت مبكر من اكتشافه حديث أممي عن وباء كورونا الذي أعلنت السلطات الرسمية أول حالة له في العاشر من أبريل الماضي إلا أن الأمم المتحدة أكدت تفشيه قبل ذلك التاريخ بأسابيع وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن من أن الارتفاع السريع في عدد الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 يزيد من احتمالات حدوث قفزة كبيرة في عدد الإصابات بصورة مفاجئة ما يشكل ضغطا على مرافق الرعاية الصحية ياتي التحذير الأممي بالتزامن مع تشكيك مصادر مطلعة الارويترز في دقة أرقام حالات الإصابة وعدد الوفيات المعلنة قائلة إنها أكبر بكثير مما أعلنته اللجنة العليا للطوارئ التي أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 65 حالة بينها عشر حالات وفاة في حضر موت وعدن وتعز ولحج والمهر وشبوة في صنعاء لم تعلن مليشيا الحوثي سوى حالتي إصابة وحالة وفاة لكن مصادر مطلعة أفادت للرويترز بأن السلطات الحوثية لم تطلع الصحة العالمية عن نتائج محاليل خمسين مريضا ظهرت عليهم أعراض كورونا وأن عشرين مريضا بنفس الأعراض توفوا في أحد المستشفيات وثلاثين حالة أشتبه بإصابتها في مستشفى آخر تم التعتيم عليها الارتفاع المتسارع في عدد حالات فيروس كورونا والتشكيك الدولي في مصداقية الأرقام المعلنة عنه بالإضافة إلى هروب بعض الحالات المصابة كما حدث بتعز يرفع من حجم التخوفات بين اليمنيين خصوصا مع غياب منظومة الرعاية الصحية وشبه عدام لمستلزمات الوقاية من الوباء